هاي كيفكم اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يوم جاي بالقراءة اعط في لبرج السارة التالة تحكي عن مشاعر الحبيب وانا ويه مشاعرك كذلك انت وانا ويهك ورح نحاول نشوف هذه العلاقة الى ما ستقول كذلك رح احكي او خصص فقرة للناس العزيب الناس اللي عم ينتظروا قدوم شخص بالمستقبل رح نشوف اذا الطاقة تعطينا اذا في شخص او في قدوم شخص من المستقبل هيدا كلشي كما العادة وكما عودتكن ان القراءة تقبل ان تكون عكسية كذلك في احتمالية ان القراءة مش تنطبق عليك لانه هيدا الطاقة عامة ممكن يعني تستمع للبرج الشمسي او القمري او الطالع شوف اي قراءة تنطبق عليك اكتر واسمالة هيدا كلشي لالقانيا برج السرطان وما تنسوا تعملوا اللي لايك وسبسكو عيب لقانيتي وتحطوا لي كومنت برج السرطان انا نشوف على انه اذا كان الحبيب من برج الاسد او من ابراج نذيف انا نشوفهم مساببين لك نوع من الحزن نوع من الخسارة هم تحس في خسارة وممكن اذا ابتعد هاد الشخص عنك بتحس كأنه حياتك مش مش ولابود لما بيبتعد هذا الانسان عليك بس عم شوف الاوضاع ستتغير او تغيرت عم شوف في تغيير الافضل ولصلحة بينك وبينه هيدا الانس اللي ممكن يكونوا في نوع من الخصام بينه عم شوف طاقة الشريك كأنه عم يبحث عن تويزن بحياته في كتير خطات بحياته في نوع من الجهد بيعملوا كتير ممكن بالشغل ممكن بكتير من العشيء كذلك عم يحاول انه يوازن بين عدة اشيء بالحياة في نوع من كأنه هذا الانسان عم شوفه بهذا الوقت كتير مشغول كتير مشغول وعم يوازن بين عدة اشيء هذا الشخص كذلك مشاعره يعني في نوع من التغير اوكي اذا كان هذا الشخص بالنسبة لك بس صديق وانت عم تنوي هذا القراءة له فانا عم شوف انه مشاعره بتتغير من الصداقه للحب اوكي وكذلك عم شوف انا انه الممكن المشاعره عم تاخد منحة تاني اا او يعني ازا ما كانت العلاقة بها يعني بالماضي اا في نوع من التويزن كنتو عم يعني عم تتصارعوا كتير بالقوين الاخيرة او بها يعني بالفترة الماضية عم شوف انه الاوضاع ستتغير للاحسين وعم شوف في نوع اخد وعطى بالعلاقة اذا هذا الانسان كنت عم تحسه ما بيعتيك بالعلاقة عم شوف انه مشاعره تتجدد وتتغير وفي نوع من التغير عم يحصل بحياته خاصة بالمشاعر اوكي اا كذلك عم شوف على انه اا مشاعرك انت في حوب كبير بقلبك انت يا برج ساريضان عم تحبو لهذا الانسان في شعرة حب اوية من ناحيتك اما عم شوف انو خاصة عم تذهر هاذه العلاقة لانو في طاقات عديدة بهذه القراءة فبيطلعلي على انو في نوع من الفرق بينك وبينه او ما في فرق او انت بهذا الوقت تنتظر مراسلة من هذا الشريك يحكي معك تحس بقربه لالك في نوع من الحب الاوي بالنسبة بقلبك يا برج السرطان هنشوف كذلك على انه على انه ما بتحب فيه نوع من ال كانو هذا الانسان اوقات عم عم يبتعد واوقات بيكون اه شخصية يعني شخصية اه نارية شخصية عصبية اوقات عم يبتعد ما بيحكي معك واوقات بيكون هيك اه شوي عصبية ام كذلك عم شوف على انه هذا الانسان بتحب فيه اه كتير من الاشياء بتحب فيه انه بيحب فيك اه يعني بتحب فيه انه عم يشتغل عم ياسس حاله كذلك عم تحب فيه على انه شخص اه كذلك اه شخص محبي نسبة كبيرة وممكن هذا الانسان عم يبحث عن حاله بهذا الوقت عم يبدأ شغل او يبحث عن فرص متعددة هذا الانسان كذلك هو ما عم يحب فيك انو عوقيت انت بتنكسر بسرعة اه بتعمل مشكل وبتكبر هذا المشكل وبتسجد تحكي عن هذا المشكل بنسبة كبيرة ما بحب هذي هذي الطريقة بالحكي وهذي الطريقة لانو انو انت شخص حسس يا برج السريطان يعني اه الصغار كلمة بتؤديك ويعني انت انسان حسس جدا وما بحب فيك هالشغلة اه وقيت ما بحب فيك نوع اه تشاؤم كذلك ما عم شوف انا اه بحب فيك يعني انو انت انسان اه اه فيك نوع من الالفة وفيك نوع من الحنين الداخلي تعطيه يعني طاقة ايجابية لهذا الانسان بحب فيك كتير اشي كذلك الطاقة اللي انا ما عم نسى انا كل مرة انسى الطاقة الطاقة اللي عم تطلع عندي برج الدلو برج الدور برج العقرب اه كذلك برج الحوت بس كل يعني كل طاقة في في الابراج المائية الابراج النادية والترابية اه بس ما عم شوف الهوائية ما عم شوف الهوائية حاليا هيدا الطاقة بس هيدا ليس دليل على انو هذه القراءة او الحبيب ما يكون من برج هوائي فيه يكون ايه فيه برج الدلو سامحوني انا عندي عندي نسيين بنسبة كبيرة فيه كذلك برج الدلو اه يعني فيه طاقة هوائية اه هيدا كل الشي للطاقات كذلك عم شوف على انو اه اه برج السريطان كأنو حاسس حالك بدك تحكي مع هذا الانسان زالين تنتظر الحكم معو انا عم يتلعلي بهذا القراءة انو مبتعدين عن بعض اه فيه ابتعاد عن بعض بهذه اللحظات نشوف بتعلق وفي نوع منا يعني عم تفكر بهذا الانسان بدك انو يرجع لك ويعني عم تتذكر لحظات حلوة مع هذا الانسان اه هو كذلك عم شوفه ممكن بهذه اللحظة هو بيتذكر انو كان معك اه بحب اللحظات اللي كان اللي كنت يقضيها معك كذلك هذا الانسان عم يحبك بالنسبة كبيرة عم يشوفك شخص جميل ويقدر هذا الحب لهذا انا عم شوفه عم يتغير او مشاعره عم تتغير كتير اوكي كذلك عم شوف على انو مستقبل العلاقة جيد جدا عم شوف انو فيه نوع من طلب المسامحة فيه نوع من رغبة فيه تصليح الامور عم شوف فيه بداية جديدة انت وهذا الشريك عم شوف انو اه فيه نوع من المسيجات رح تبعثوها لبعض ورح تتغير الامور عم شوف تغير الافضل يا برش السرطان اه اه فيه تغيير الافضل كذلك عم تطلع دولد هذه العلاقة منا يعني ستنتهي حتى لو كان فيه خصام انت والشريك وما عم تحكوا مع بعض انو العلاقة ستستمر العلاقة ستعود من جديد فيه نوع من المسامحة مناك ومنه هذه العلاقة ما انتهيت بعض اوكي لالنيس اللي عزيب نيس اللي بدتن يشوفو هالفيه قدوم شخص جديد بحياتن فيه تفكير فيه نوع من التفائل لبرج السرطان ولا عزيب برج السرطان اه بس اه حاليا ما عم شوف فيه ما عم شوف فيه شخص جديد بحياتكن اه فيه افكار اكتر النوع من التفائل او ايه تعم تجي ببالكن افكار سلبية بس بتقوموها وتحاولو انو تكونو اشخاص ايجابيين اوكي ام نصيحتك يا اه عزيب برج السرطان انا نشوف كانو ام كانو تكافو اوهيم اكتر وتكونو واقعيين اكتر لانو تكونو واقعيين اكتر يعني ما تكونو شخص بتحب المثالية وتحب شخص باحليمك لانو الحياة مشكلاتها ايك اا اا كليتا سعادة يعني كانو ينصحك الورق انو تكون انسان واقعي اكتر نحنشوف شو رح يعطيك النصيحة عمي كلا لانو في ااا لازم تغدو حالكم تغدو الروح تغدو القلب اااا ازا كان بطاقة اجديك اولا ام ك Zus ازا كان بطاقة اا بالصلاة ازا كان بالدعاء لازم تغطي الروح عشان اا يعني تستمدوا الطاقة الايجابية اوكي اا بيقلك انه في يعني في نوع من الثغارات بالحياة الطبيعي وانه يكون عندك مشاكل بالحياة تقبل الوضع وتقبل اا الاشياء اللي بالحقيقة تكون واقع اكثر والحقيقة تمنى كليتها كليتها سعادة اوقات بتكون فيها سعادة واوقات بتكون فيها نوع من الحزن بس حاول تتقبل جميع الاوضاع كذلك عم نشوف على انه بيقلك بيقلك انه لست بحاجة لان ان تكون شخص يعني انه تلزم حالك انه تكون شخص سعيد بس كل شي رح يكون بالوقت المناسب يعني جيد جدا اوكي ما تقلق حالك ولا تعمل لحالك مشاكل لانه الاشياء بالوقت المناسب رح تجيك اوكي ما تبعب حالك كتير او تفكر بالمستقبل كتير حاول انه يعني تتقبل واقع اوكي وتكون شخص متفائل اكثر بيقلك انه انه انت كذلك بالفطرة شخص يعني يعني مستشار يعني كتير ناس عم تلجأ لك او قيد لتاخد منك نصيحة لت يعني توسيع بحييتك بيقلك اذا عندك هذه الفطرة فاستغلها لتحقيق مردود مادة اوكي اذا عندك موهبة انه تقدم مساعدة للناس حاول تستغلها هيدا نصيحة للبعض بهذا القراءة لانه هيدا القراءة عامة هيدا كل شي لالكن يا برجس عراطان اتمنى انه انه تكون هذه القراءة قراءة جيدة لالكن وشكرا لكم اشتركوا في القناة